هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلمين كثيرا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ومن خلال قناتكم قناة زاد العلمية نحن مازلنا معكم وهذه الحلقة الثانية مع سعادة الدكتور عاد الرشاد وحول الخطاب التربوي حياكم الله دكتور عادل سهلا سعيدنا بك في اللقاء السابق وهانا نلتقي بك مرة أخرى كنا وقفنا دكتورنا الكريم حول طرق الخطاب التربوي وناقشنا معكم التعليم والتعاطف وكذلك التوجيه إن كان هناك تعليق حول شيء من هذا القبيل حتى نكمل حفظ نعم التعليق الأول أنه كما قلت لا بد أن يكون لدينا كمربين مخزون من هذه الطرق وليس هناك حصر إلى هذا الطرق بل نستطيع من خلال المتغيرات التي نعيشها أن نبتكر ونجتهد في طرق موائمة فقط عندما تحدثت عن التعاطف التعاطف عندنا يشير إلى الحب وإبداء المشاعر الطيبة لكن أيضاً التعاطف يحمل في المفهوم التي تحدث عنه الذكاء الوجداني معنى المشاركة الوجدانية يا سلامك أنا أشعر بك وأشعر بمشاعرك هذه الرسالة عندما يسمعها الناشئ من المربي تكون لها الأثر الكبير بلا شك المشاركة الوجدانية بحثت في بعض الشواهد النبوية وجدت في الحديث الخاص بحديث النغير الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث في إحدى الروايات ما لي أرى أبا عمير حزيناً الله أكبر فحكوا له أنه قصة الذي نغير العصفور الذي كان يلعب به ما لي أرى أبا عمير حزيناً هذه الرسالة تشير إلى أن المربي يجب أن يتحسس مشاعر الابن مشاركة وجدانية نعم وعندما يستشعر الابن هذا سينفتح على أبيه عندما نتساءل عن سر الصمت صمت الأبناء قد يكون من أسبابه غياب هذه المشاركة المشاركة الوجدانية إذا مضينا في الطرق وهذه الطرق الحقيقة تحدث عن ستة منها الكاتب الذي تحدثنا عنه بول كلمان في كتاب عنوانه كيف تقولها لأبنائك يا سلام كيف تقول فذكر طرقاً ستة أحببت أن آتي بشواهدها النبوية ثم أضيف طرق أخرى على هذه الطرق وتأكيداً لما ذكرت دكتورنا أن تعدد هذه الطرق هي فرصة لنا نحن ثمينة نعم كمربين أو نحن كمربون بحيث أنه إذا لم نستطع أن نسلك في الجانب التربوي الطريقة الأولى انتقلنا للعاشرة وهكذا البعض يرى بعض الأحيان بأن تعدد الطرق أنها عبارة عن تكليف زائد هو عبارة عن فرصة اختر الطريقة المناسبة مثلاً قد يأتي ولدك ويطلب الخروج مع أصدقائه جميل ممكن أستخدم لغة الأوامر والنواهي لكن لا تصلح لا خروج ما في خروج أو أسمح له بالخروج لابد أن أتفاوض لأصل إلى مجموعة من الضوابط التي تحكم هذا الخروج إذن هنا طريقة التفاوض التفاوض يا سلام ما المقصود؟ أنه يكون هناك بين المربي وبين الناشئ اتفاق على الطريقة المناسبة للتصرف هو الآن يريد أن يمارس رغبة له في الخروج مع أصحابه يجب أن المربي مع الناشئ يضع مجموعة من الضوابط يا سلام كأننا في اتفاقية تجارية يذكرنا هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعض تجمعات شباب الصحابة على نواص الطرق يا سلام فقال لهم إياكم الجلوس في الطرقات هذا أمر آه إياكم الجلوس فقالوا ما لنا بد هي مجالسنا نتحدث فيها سبعان الله هم لم يرفضوا أمر النبي عليه السلام ولكن عبروا عن احتياجهم ما لنا بد مجالسنا نتحدث فيها فقال إن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريقة حقها يا سلام يا سلام قالوا ما حقوا الطريق غضوا البصر ويكفل أذى إلى آخر هذه الضوابط إذن الحديث يشمل وضع ضوابط للاستمتاع بحق الطريق كذلك إذا ولدك أراد أن يخرج لابد أن يكون هناك بعض الضوابط التي تحمي هذا الخروج من مساوئه جميل من حيث المجيء في وقت دون تأخر وغير ذلك ممكن دكتور هذا ما يسمونه بالعقد التبادل السلوكي نعم يعني مثلا ما يتعلق بقضية التقنية ما يرتبط بقضية الاجتماعات ما يرتبط بقضية النوم نعم أنا أعرف بعض الحالات الحقيقة إلى الآن يعني حالات حتى أنها يعني أباء هذه الأسر ما شاء الله تبارك الله يحملنا الدكتوراه وفي تخصات عالية جدا عندهم نظام متعلق بالواي فاي وشضايا هذه ضوابط الاستخدام بل أعرف أيضا ناس في شركات كبرى يعني الموعد النوم الساعة العاشرة يقول لنا سنوات والأبناء بهذه الصورة هل هذا من التفاوض ليحصل الاتفاقية ما بين الطرفين والحقيقة قيمة هذا التفاوض أنه يتم بين طرفين وكأنهما يتفقان على هذا الضوء في رضا نعم وليست تعليمات جميل مرسلة جميل لو أننا تحدثنا عن طريقة أخرى يا سلام هي طريقة التشجيع والتحفيز الملاحظة أننا كأباء أو كمعلمين نندهش للسلوك السيء وبسرعة ننتقد ويكون لنا تعقيبات حدة لكن قل ما ننتبه إلى السلوك الجيد الذي يقوم به الناشئ أو الإبن تتحرك مشاعرنا عند الجوانب السلبية نعم فالحقيقة صحيح الخطاب التربوي يعنى بالجوانب الإيجابية مثلا يحضرني في هذا حديث النبي عليه السلام مع أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم يا سلام فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدره ليهنك العلم أبا المنذر الله أكبر معزز لفظي ليهنك العلم معزز غير لفظي بالضرب على صدره يا سلام أبا المنذر ف يعني لم تمر مرور يعني أنا أتخيل مشاعر أبي المنذر أيوة كيف كانت في تلك اللحظة عندما يسمع من رسول الله يستسلم نعم نحن الكبار دكتورنا الكريم نحن الكبار نعم كما يقول أهدو الاختصاص في الدوافع نحن نحتاج إلى التعزيز فكيف بالناشئة يعني هذه قضية يعني أيها الإخوة حقيقة كما يقول أهل الطرق والمهارات في التعامل أن قضية التشجيع والتحفيز هذه قضية يكاد أن يكون هي رقم واحد دائما يذكرها أهدو الاختصاص فيما يتعلق بالمهارات والطرق نعم نعم إذن لغة هذا الخطاب أحسنت هنيئا لك شكرا لك يا سلام فهذا يعني وهذه الآن أصبحت مليئة رأب في وسائل التواصل الاجتماعي والواتس أب بالآخر صحيح صحيح حتى أصبح قص ولزق دكتورنا الكريم نعم هذا هو جميل جميل هناك طريقة تأذلي دكتورنا أيضا يعني لفتت نظري بعنوانها وأتمنى أيضا التصريح والإيجاز هي طريقة من طرق الخطاب التربوي ماذا تقصد حفظك الله التصريح هناك مواقف ينبغي أن يكون الأب أو المربي صريحا في إبداء رأيه مشاعره الحقائق المرتبطة بالموقف لا يواري يتضح هذا في هذا الموقف الجميل الرسول عليه السلام كان مع الحسن الحسن كان ينضي في مكان وكان يضعون فيه يخزنون فيه تمر الصدقة كالمخزن فتناولت يده إلى تمره وجعلها في فيه فقال له صلى الله عليه وسلم انظر كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة يعني مثل أن يكون طفلك الصغير في السوبر ماركت والحلويات أسالت لعابة فامتدت يده إلى واحدة منها تقول حتى لو كان صغير نشوف كلمة كخ كخ هذه لفظة نبوية اتركها او اذا أردت أن تشترى الموقف لا يستدعي مجاملة تصريح على طول هذا وجه من أوجه الحزب دكتور نانس من الحزب والتصريح لأنه أحيانا يقول هذا طفل صغير ما في مشكلة طيب وبعدين أحيانا طيب لا يعقل أن الطفل وهو طبعا لديه رغبات كثيرة أنه سيشترى له كل ما يحل له لا يجب أنه يقال له هذا سنأتي به هذا لا نأتي به وهذا التصريح المطلوب يعني أنت في حاجة أن تكون صريحا في إبداء هنا أما علمت يذكره بحقيقة أن ما للصدقة لا يجوز لآل محمد عليه الصلاة وعلى عموم لا يجوز لنا أن نأكل ما لا يحل لنا هذه قضية الحلال والحرام وخصة يا أونيس داخل في هذا المجال يا أونيس هدهبت حيث أمرتك نعم كان موقفا رائعا يدخل وكيف يدخل هذا المعنى أنت عندما ترسل ولدك إلى مكان يأتي بشيء تأخر تأخر إلى درجة مزعجة طبعا الأب في هذه الحالة لو خرج هو يكون قلقا لكن لو خرج وجد ابنه يلعب مع الصغار وينسي هذه الحاجة هذا سيكون أمرا مستفزا فربما تصرف الأب تصرفا قاسيا جميل صفعا أو صراخ لكن ماذا فعل الرسول عليه الصلاة مع أنس الذي أرسله في حاجة يقول أنس فإذا برسول الله بقفاء فنظرت إليه فإذا هو يضحك ويقول أنيس أذهبت حيث أمرتك سبحان الله لحظ الإجاز هنا هذا المعنى الإجاز نعم أصل نحن في هذه المواقف تسمع كلاما كثيرا يعني على فكرة في بعض الكتب الجيدة التي اتكلمت عن أبو الدقيقة الواحدة مثلا لكنه نحن كثير من الأباء يطيل في اللوم والعتاب وبيان الخطأ هذا هذا متعب إنما أذهبت حيث أمرتك لم يكن لهم لماذا تركت أمري تلعب مع الصبية وأنا كنت أحتاج هذا الشيء الآن فلا أذهب قال نعم أذهب يا رسول الله على ما تقول في الإطالة نعم كان في بعض الاستشارات وكنت أضحك منها دكتور مالك كريم وكنت أقول له لماذا لا يعني تصارح به والدك مثلا أو شمالك قال سيلقي عليه خطبة خطبة ولهذا يتجنب الأبناء صحيح هذه الدائرة صحيح أقول لك خليني خارج خارج نعم نعم إذن هذا الموقف العظيم النبوي دكتور مالك كريم وتذكرتنا به حينما النبي صلى الله عليه وسلم أولا يعني بقيت أصل القضية التي يرادت تربية النشأ عليها موجودة نعم ومستحضرة نعم الجانب الآخر الدعابة من حيث وجوده خلفه ثم النداء بأنيس نعم تصغير ثم هذا التصريح وهذا الاختصار وهذا الإجاز هي حقيقة يعني نور نبوي وعظيم جدا في التواصل مع الآخرين ونحن نستخلص أيضا معاني جديدة مثل مثلا تحميل الطفل بعض المسئولية بعض الأسر لا تكلف أبنائها أي شيء هو أصلا ما ذهب إلا أنه حم المسئولية نعم حم المسئولية وذهب إليها لكن أنت عارف الصبية عندما يرون إغراء اللاعب ينخرطون فيه ف لكن المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كنت أريد أن أقول أن أنس رضي الله عنه كان طفل في العاشرة وكان كان يتيما عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكرت أم سليم أمه في فكرة تجعله تجعل ولدها يحظى بجوان النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات صلى الله أكبر فتعلم و هنيئا للإبن وهنيئا للأم الله أكبر الله أكبر وهذه قيمة المربي عندما يحسن اختيار صحيح دكتورنا الكريم حفظك الله يعني أنا أظن أنه قضية الحوار طريقة مهمة جدا بل يكاد بعض الأحيان الشخص إذا أرد أن يقول خطاب يقول يساوي الحوار ماذا عن هذه الطريقة حفظكم الله نعم هو طبعا الحوار يندرك في الخطاب الطربوي جميل لأن الخطاب كنا مراجعة جميل لكن الإشكال الذي نعيشه هو أن الحوار يصبح متعذرا أو صعبا عندما تكون القضية التي أمامك تستثير فيها تشنج أيها فإذا جاء ابنك مثلا وقال هل تأذن لي في أن أدخن مثلا فطبعا هذا قد يستفز الأب وعلى طول ربما يستخدم أسليب غير طربوية أو يتجافى عن الخطاب الطربوي الحدث ما هو أشد من هذا لما جاء الشاب هذا إلى رسول الله وقال ائذن لي في الزنا كيف يقول هذا الشاب لرسول الله سلم ائذن لي في الزنا ويعرف أن الزنا حرام لكن يبدو أنه فهم أن قضية الزنا هذه نظام والنظام يمكن أن يلغى لا هذا دين وليس أحكام أو قوانين هذا دين لكن الرسول عليه السلام ماذا فعل مع أن القوم هموا بالشاب ليصرفوا قال أدنه يا سلام قربوه يا سلام وهنا نؤكد على المسافة الإرشادية يا سلام المسافة الإرشادية القرب الحسي القرب نعم لأنه إذا كان ابنه يتخوف أن يقترب من أبيه أو من معلمه فمعنى أنه هناك خطأ صحيح في العلاقة ولذلك البعض يهرب بالتواصل إلى الوسائل التواصل الاجتماعي نعم ويفقد هذه القضية وهذه الميزة معنى الهائل والحقيقة ما في مشاعر أحرص وأدفأ من مشاعر الأبوين لكن أحيانا الغضب والخوف على الإبن قد يضطر الأب أو الأم إلى استخدام أسليب أكثر حدة وحيانا يا دكتورنا الكريم عفوا منك قد يكون هذه من الحكمة الشخص حينما يرى نفسه أن الأب أيضا أنه يستثار غضبا وهو لديه إشكالية في هذا الجانب فيقول أنا أو حاول أن أصلح من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون أضبط بالنسبة لهذا الموقف من غيره فقد يكون لها وجه حكمة نحن نتلمس الفائدة من أي مصدر شريطة أن يكون المصدر موثوقا ومدروسا لأن التواصل الاجتماعي أشبه بالهواء قد يكون فيه الحياة وقد يكون فيه غير ذلك صحيح الغريب هنا أن الرسول عليه السلام ما تحاور معه انطلاقا من النصص الشرعية يا سلام إنما من منطقية الطلب أترضاه الله لأمك لأختك لخالتك لعمتك رد الشاب لا والذي بعثك بالحق قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم لبناتهم لخالتهم انتهت القضية الإقناعية لكن الأخطاء أحيانا تتشبس بوجدانيات تحتاج إلى لمس تعاطف ودف فالرسول عليه السلام يضع يده على صدره يقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه الله الله يقول الراوي فلم يعد يلتفت الشاب إلى شيء من ذلك قط يعني هذه الجلسة الإرشادية التربعية خلصت الشاب من هذه الفكرة الغريبة أو الفكرة الشاذة تصور لو أنه عولق هذا الشاب باستخدام الضرب أو الإبعاد أو التسفيه لم نكن قد نجحنا فيه علاج هذه المشكلة في رأسه أنت ذكرت في موطن يعني من خلال النقاش في معكم المطلوب تحطيم الفكرة السلبية نعم وليس تحطيم رأسه صاحب الله لما جميلة جدا نعم صحيح صحيح جميلة جدا يعني فأنت تقصد بأنه لو كان الهدف هو الثاني وليس هو الهدف نعم لما كان حصل هذا الذي حصل من رأسه لكان موقف الصحابة كافا صحيح ولكن رأسه نجح حتى أن أهل اختصاص في الجانب الإرشاد والعلاج النفسي يسمون هذه الأسلوب الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الأسلوب دكتورنا الكريمة والعلاج العقلاني الانفعالي يعني هي الصورة التي تؤثر في الذهن ويكون مجال تأثيرها أيضا في الانفعال وفي المشاعر لأنه قال أتراه لأمك هذا الآن صورة ذهنية يأتي في الذهن ثم التفاعل معها لا فداك أبي وأمي قالوا هكذا الناس يرضون لأمهاتهم حتى يقول البعض أن هذه من أربع ما يكون في علاج مثل هذه الجوان ويتعلق بها صحيح استخدام القصة دكتورنا أيضا أظنها وسيلة وطريقة مهمة ربنا سبحانه هو الرب كم قص علينا من قصص الأمم الله أكبر تربية لنا لنعتبر ولنطعد السنة النبوية ملأة بأقاصص كثيرة أنت تستطيع أن تقول لولدك مثلا بصيغة الأمر والنهي المباشر أو التصريح التي تحدثنا عنه افعلا لا تفعل لكن موقف مثلا في إذا تحدثنا عن القصة لدينا حكاية الكل الذي كان يلهث يلهث يكاد يأكل الثرى من العطش لما خرج الرجل من البئر كما حدثنا صلى الله عليه وسلم وجد هذا الكل يلهث طبعا الرسول يريد أن يقول الحيوان له حاجة وله حق نحن عادة ربما لا نلتفت لقطة لكلب لأشياء هذه مهما بدأ من بؤس حاله لكن انظروا كيف قال الرجل لقد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني طيب إذن أحس باحتياج الكلب لكنه لا يملك إناءا أو كوبا فبدأ يفكر فكرة إبداعية ينزل يملأ خفه بكيف سيصعد به يمسك الخف بفيه ويخرج ويسقي الكلب يعقب الرسول سلم على هذا الموقف قل فشكر الله له فغفر له يا سلام تأثير القصة على الصحابة الذين استمعوا هذه القصة وإن لنا في البهائم لأجرا هذا الشاهد هذا الشاهد قال في كل كبد رطبة أجر رائع هذا الإسلام الذي يجعل الإنسان يحنو على أخي ويحنو على الناس جميعا بل يحنو على الحيوان بهذه الصورة الجميلة التي قصها صلى الله عليه وسلم والقصص كثيرة فيه وتحيي هذه القصة في الجيل وروح التطوع وحب الخير للآخرين نعم نعم والتفكير قد يقول كيف أساعده فسبحان الله هذا الرجل كان لا يملك وسيلة ليصعد بالماء إليه ففكر إنه ممكن الخف يصلح وعاء نعم فهذا الحقيقة كان موقف رائع رائع وقصة لها يعني أقصد أقول نستطيع أن ننوع في طرق الإرشاد لأولادنا فلا نكتفي بالحديث المباشر تصريحا أو سردا أو توجيها القصة أيضا قريب من هذا المثل المثل نعم الآن كثير للأسف من الشباب لا يصل وبعضهم يقول أنا ارتكبت أخطأ كثيرة لا أستطيع أقف بيناي ذي ربي وأنا مرتكبة هذا هو السبب الذي يدعوك إلى أن تصلي فالمثل الجميل أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يقتسل فيه خمس مر آه يبقي ذلك من درانيه شيء الله أكبر قالوا لي يبقي ذلك فذلك قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمح الله بهن الخطايا يا سلام يا سلام فرصة رائع نعم فإذن هذا المثل ليس فقط دعوة إلى الصلاة بل علاجا لوهم أو وسوسة أنه الإنسان المخطئ ليس له أن يقف بين يدي ربه أبداً قف حتى تتطهر من هذه الذنوب تحترقون تحترقون ثم إذا صليتم من ظهر أطفقتها وهكذا الله أكبر الله أكبر تذكرتني دكتورنا الكريم ما ذكره الكثير حول ما يرتبط بقضية الأسلوب المباشر والأسلوب غير المباشر نعم وأكدوا على أن النفس البشرية أقرب في التأثر أو التأثير تأثر يعني تأثرها أو التأثير بها أو فيها بالأسلوب غير المباشر ما حكيتها الآن في طريقة القصة والمثل هو من الأسلوب غير المباشرة يضع الإنسان والنشأ يضع نفسه في مكان هذا التصور في مكان هذه القصة في مكان هذا المثل رائع رائع جدا وأنا أريد أن أقول فضل ينبغي أن يكون لدينا الطريقة التي تناسب الشخص فإذا كان الشخص يناسبه لصيب مباشر أستخدم صيب مباشر لو كان الحال والوضع يستخدم طريق غير مباشر أستخدم طريقة غير مباشرة فهي الحقيقة الموقف يسموها القيادة الموقفية ما هو الموقف الذي أنا فيه وطبعا يستطيع المرب سواء كان أبا أو معلما من خلال حياته وخبراته أنه يدرك هذه المسائل ويجرب وهم أيضا يربطونها القضية بالوعي لأنه قال يكون الطفل لا يدرك السلوب غير المباشر فلا تصل الرسالة فعنده يكون السلوب المباشر هو الأوعى طيب قبل أن نخرج للفاصل دكتورنا الكريم الإصاء ماذا يقصد دكتور عادل في موضوع الإصاء كطريقة من طرق الخطاب التربوي لكي ينجح الخطاب التربوي الذي يتضمن معنا المراجعة أنه هناك من أحدثه وينبغي أن أسمع له فلا يؤدي الخطاب دوره دون أن يكون لدي استماعا فعالا نشطا لمن أخاطبه لأن الخطاب ليس ذو اتجاه واحد الخطاب ليس ذو اتجاه واحد إنما هو ذو اتجاهين وأنا في خطابي مع الذي أتحدث عنه يجب أن أستمع له والرسول عليه الصلاة والسلام كما وصف كان إذا تحدث إليه أحد أعاره أذنه الله أهل ولا يعني ينزع هذه الأذن حتى هو الذي يكف عن الحديث والحية الإصغاء مع قيمته التي ندركها لكن قل ما يعني ينتبه إليه الأباء أو المعلمون سبحان الله العظيم قصة الوليد بن مغيرة يعني أعظم الصور في قضية إصغاء النبي صلى مع أنه يفاوض على الرسالة والنبوة ما شاء الله هو الدين حتى يارو سلم من شدة الإصغاء يقول له بعد ذلك أفارغت يا أبا الوليد كم نحن بحاجة الحقيقة لهذا المعنى الكبير في الإصغاء لأبنائنا والأهلينا معنى مختلف كليا صحيح نعم صحيح لعلنا دكتورنا الكريم تأذن لنا بالفاصل ونواصل أيها الإخوة الكارم فاصل وكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التمرد الاندفاع حدة الطباع شدة الميل إلى الجنس الآخر ردود فعل طبيعية للتحولات الهرمونية والتغيرات الجسدية التي يمر بها المراهقون لذا ينبغي أن يكون تعامل الوالدين والمربين محاطا بالحكمة والتعقل ومركزا على إشباع حاجات المراهق النفسية مع تلك المرحلة العمرية الخطرة ومنها حاجته إلى إثبات الذات حاجته إلى الحب والانتماء حاجته إلى التوجيه والترفيه حاجته إلى الاحترام والتقدير وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام غاية في الحكمة للوقاية مقدما من أخطار تلك المرحلة منها التربية على حسن الأخلاق وتحفيظ الطفل القرآن في أوائل عمره فإدخال كلام الله تعالى في صدر الطفل من شأنه أن يطهر قلبه وجوارحه تعليمه الصلاة وتوجيهه إليها في سن السابعة وتأديبه ولو بضرب يسير على التفريط فيها في سن العاشرة ففي إقامة الصلاة تهديب له وصيانه التفريق بين الأولاد في فراش النوم إذا بلغوا العاشرة اختيار الصحبة الصالحة وقد قيل الصاحب ساحب ومتعتنى الوالدان بصحبة أولادهما وأحسن اختيارها وفر ذلك عليهما وقتا وجهدا عظيمين إلزام الأولاد في تلك المرحلة بالاستئذان عند الدخول على الوالدين وبعد البلوغ يحسن المبادرة بتزويجهم إن تيسر فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج الدعاء بالهداية والصلاح فإنه من أهم ما يساند به الوالدان أولادهما في القيام بمهام تلك المرحلة المهمة والخطيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وعودا حميدا ومع دكتورنا الدكتور عادل أشهد حياكم الله دكتور مازلنا معكم ونحن في اللمسات الأخيرة حول طرق الخطاب التربوي ماذا بقي معكم في هذا الموضوع الله أحبكم نعم أحب أن أتحدث عن مسألة تصيد الجانب الإيجابي من الناشئ تصيد نحن عادة ما نتصيد الأخطاء لكن تصيد الجوانب الإيجابية ينظر في سلوك المربين إلا من رحم الله تصيد عبارة رحلة كيف أتصيد الجانب الإيجابي يا سلام وهذا سيساعد الناشئ على أن يشعر أنه إذا ما أحسن سيلقى تقديرا إذا ما سيلقى توجيها من أجمل المواقف هنا ما يتعلق بأبي محذورة هذا كان شاب من شباب الطلقاء اللي الرسول قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء لكن هم لم يتربوا بعد على الإسلام وإنما يعني لا يزالوا في وضع يحتاج إلى تربية فأبو محذورة أخذ عشر من أو تسعة هما من الشباب الطلقاء وتتبعوا مسيرة النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام فتواروا بجوارهم في جبل فلما حان وقت الصلاة أذن بلال فقال أبو محذورة هيا نستهزئ بأذانهم فكان بلال يؤذن وهؤلاء الشباب يعني يقومون بالاستهزاء بالأذان سبحان الله موقف صعب صعب جدا فقال صلى الله عليه وسلم إني أسمع صوت تأذين إنسان حسن الصوت يعني أسمع في هذه الأصوات التي تقلد لذان صوت شخص جميل الصوت يا الله فطبعا الرسول تغاضى عن قضية الاستهزاء وانتبه أنه اكتشف صوتا جميلا ولحظوا عناية الله وسلم باختيار الأصوات يعني لماذا اختار بلالا لأنه أندى صوتا لكن بلال كان يؤذن في المدينة فأرسل أصحابه للإتيان بهولاء الشباب جاءوا ما يعرف من الذي كان يؤذن فقال طلب من كل واحد أن يؤذن حتى وقعت يده على أبو محذورة طبعا أبو محذورة كان في وضع من الخوف بمكان لكن يقول أبو محذورة قال ألقي علي التأذين سبحان الله العظيم يقول أبو محذورة فوضع رأسه على ناصيتي وبرك علي ثلاثا وأذنت الموقف هذا انتقل أو محذورة فطلب طلبا غريبا قال يا رسول الله مرني بالتأذين في مكة سبحان الله فإذا بهذا الشخص اللي كان في لحظة يستهزئ بالأذان يصير مؤذن رسول الله على مكة فكتب إلى عامل مكة بهذا الأمر أنا تخيلت نفسي في هذا الموقف يعني صعوبته من حيث هذه الإثارة وأنا أقول أصعب منه أصعب منه المعالجة النبوية الرائعة لا أظن أحدنا إلا وإذا وضع نفسه في هذا المكان يقول يعني هي من توفيق الله عز وجل حقيقة نعم والإنسان إذا نظر إلى المآلات والعواقب الحكمة هذه الحكمة يعني هو الهدف طبعا الخطاب التربوي هدفه في النهاية تعديل سلوك تنمية شخصية حل مشكلة وقد يكون أيضا في الخطاب التربوي نوع من جعل الباب مواربا مثلا لو أنني عاقبت إنسانا لأنه ارتكب خطأ لا ينبغي أن يتبع هذا العقاب كلاما كلام جارح تقول يا لك من إنسان دائما ترتكب نفس الخطأ نذكر في هذا الموقف أتي برجل تعاطى محرما فضرب فقال بعض القوم أخزاك الله ما أكثر من يجاء بك فيقول صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا هذه معنى لا تقل وقل لا تقولوا هكذا قولوا اللهم اغفر له وارحمه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم وسمى أخيكم فإذا هذا الخطاب في هذه اللحظة كان بمثابة ترك الباب موارب لعودة هذا الشخص نحن إذا نبذناه وقطعنا الأمل في صلاحه سيستمر والحياء باب الانحراف والجريمة لا قاعلة يمكن أن يستمر الناشئ في مزيد من الحماقات وإذا سمع خطابا غليظا ميئسا لكن انظروا لا تقولوا هكذا لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم قولوا اللهم اغفر الله وارحمه خلاص أخذ عقابه لا بد أن يكون الخطاب هنا دوره أن نقول له نحن نحبك ونريد أن يغفر لك الله بدل نحن ندعو الله لك أن يغفر لك فهذا أظن هناك رواية قال فيها عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله نعم الله أكبر وهذا يعني من عمق تصيد الجانب بالإيجابة لك هو الإنسان أحيانا يقع تحت تأثير إدمان تحت تأثير عادة يصعب التخلص منها فهو محب لدينه ولكنه عاجز أمام نفسه فنحتاج أن نأخذ بيديه لا أن ندفعه أكثر إلى القاع جزاك الله خيرا لعدنا نختم بالبوصيلة الأخيرة دكتورنا الكريم بحوظ الآل الاستئذان أو شيء من هذا القبيل جميل في أشياء تريد أن نستأذن من أولا عدنا يا دكتور الله أكبر لما لا وقد استأذن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني كما قلت نحن في عباراتنا اليومية كلمات قد لا نستخدمها أو لاعتذار أنا آسف لو سمحت من فضلك هذه صعبة ثم مع بساطة عباراتها هل تأذن لي في ذلك الله أكبر ف لكن هل وقتك يسمح يعني الأب يتصل بابنه ويقول لها الوقت كيسمح يا سلام يا سلام فهنا يعني الموقف سريعا موقف أتأذن لي الرسول السلام كان في مجلس أتي بشراب وكان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ بل الأشياخ ف موقف عجيب فطبعا حسب نظام الشرب في أداب الإسلام يعطي للمن عن يمينه لكن عيساري الشيخ بدر فالرسول السلام يقول للغلام الذي عن يمينه أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ولم يكن هذا الطلب سوريا لأننا حيننا نقول أتأذن لي أن أعطي هؤلاء نعطي نعطي للطرف الآخر لا ما القضية قضية أن للطفل حقا فإذا كان له حق يجب أن يعطى إياه وأحيانا يوجد ضيوف وطفلك عنده ألعاب فنأخذ الألعاب بالإكراه ونعطيها ومما يدير على المصداقي أنه قال لا والله يعني لا أوثر بنصيب منك أحدا إذن هو هدفه أيضا هدف طيب الرسول ماذا قال لم يعب عليه هذا لأنه مارس حقا له فتله في يده عليه الصلاة الله هذا خطاب يجب أن نحن نحرص على التأسي برسول الله صلى الله سلم رائح رائح شكرا لك دكتورنا الكريم وحن والله نتمنى أن نستمر في هذه الطرق الرائعة والجميلة دارك لا شك أنه مع هذا التوصيات الناصعة في الوسائل والطرق هناك بعض الأشياء المنغصة بلا شك التي تخالف تلكم الطرق ربما أنت أسميتها بأسهم الخطاب الطائشة يعني عبارات أيضا أو يقصد عنوان جميل حقيقة فماذا نقصد هنا الله أحفظك ولو نخطب به حديثا نعم الرسول لم يقول اللهم قل اللهم هديني وسددني يا سلام واذكر بالسداد سداد السهم القول السديد هو الذي يصيب الهدف الهدف يجب أن يصل إلى تصرف الشخص خطأ الشخص وليس الشخص نفسه يعني كأنك بتوجه سهمك لإزاحة هذا الخطأ من سلوك الابن وليس الشخص نفسه طيب أسهم كثيرا نستخدمها بشكل أكثرها اشتهارا السباب والشتم والصراخ السباب والشتم مرفوض شرعا وليس له أي تأثير إيجابي في حياة الأبناء بل هو نموذج هو يسمع هذا السباب ويعني يطبقه يطبقه على أخواته زملائه غير ذلك بل ربما كل ما سيأتي معنا هي كما يقول حتى المتتبعين لذلك أن ما يرد عنده الأجيال من بعض التصرفات هي نخاضعة التي توسيلت وليطريقة الأباء معهم من ذلك مثلا السب ومن ذلك ما سيأتي منهم السباب المسلم فسوق السخرية يعني السخرية من الطفل هذا موقف غير كريم والطفل يستشعر هذه السخرية وكل أسلوب نستخدمه ينعكسه يعني السخرية ليست أبدا من الخطاب التربوي وفي عبارات تستخدم يعني قال عز وجل لا يسخر قوم من قوم أمر قرآني اللوم والتوبيخ الدائم والمستمر هذا أشبه بالمفرمة اللي تتآكل فيها مشاعر الطفل عندما يسمع اللوم الكثير أفضل من اللوم ممكن يكون عتاب رقيق لكن أن نوجهه إلى الطريق الصحية جميل الصراخ نحن نريد منك دكتورنا كريم يعني أن تأخذ راحتك نعم مستمتعين جدا وما زال معنا قرابة التسعي دقائق بهذه الأسهم يعني ألا تلاحظ أن كثير من الأبناء أو البنات يستخدمن صوتا عاليا في الخطاب والمحادثة مع غيرهم وبالتتبع ستجد أن هذا مسلك الأبوين الحية يعني القرآن انظروا إلى توجيهات اللقمال يلمس حتى مستوى الصوت يا سلام واغضض لقمال يقول لولده من ضمن مواعظه واغضض من صوتك ولينفره من ارتفاع الصوت أنه ليس دليل قوة إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير فلا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي فتوجيهات رائعة بغض الصوت وإذا ارتفع الصوت أثار الخوف أو ربما لا يبالي إذا اعتاد على هذا المسلك إنما سيمارسه مع غيره من الأسهم الطائشة أيضا التوقع السلبي التوقع السلبي أقول اسمع الخطب هذا أنت لن تفلح أبدا لا أمل في تغييرك مهما قلت ستظل على ما أنت عليه أنت ترسم خطوط نصارو المستقبلي فهذا التوقع السلبي أبدا لا بد أنه يكون هناك من اللغة المتفائلة التي يسمعها ولدنا إذا تأذلي في هذا الموقف أثرتني دكتورنا الكريم نعم كنت فيه أقدم دورة لمعلمين وكان حول الشخصية المؤثرة ومعلم المؤثر ومرب المؤثر وكان فيه شيء متعلق بقضية الجانب الطريقة السلبية في تعامل المربي مع المتربي أبا مع أبناء أو معلم مع طلاب فأحد المعلمين قام وقص قصة وهو يعني يدرسه يعني أصبح معلما وهذه القصة باقية في ذهنه وهو طفل وكان يتحدث بغيظ وحنق شديد كان الأمر ملفتا للنظر جدا الأشكال من ذلك حينما نطق وقال كان هذا هو أبي الذي قال أنت فاشل ولن تفلح حتى أنني يعني رفيت لحالي وخشيته أن يدخل باب عدم البر فقلت لعلك لو أنك يعني أو مأت أو أنك لم تصرح لك أنا أو لا قال أنا دخلت التحدي حتى أثبت الوارديني أنا قادر وأصبحت الآن معلما سنوات لم ينسى هذا الموقف بسبب التوقع السلبي نعم هو سبحان الله بعض الأبناء يسمعه ويأخذوا مأخذ التحدي لكن كثير من الأبناء يصبح هذا بمثابة السيناريو الذي عليه أن يسلكه لا يساعده أبدا جميل الحقيقة فيه نقطة المقارنة مع الآخرين هذه مؤلمة أن تقارن ابنك مع أخيه مع زميله هذه أولا تصيبه بالغيظ وتجعله يحقد على الآخر فإنما قارنه بنفسه يعني يمكن أن تقول له أنت الآن أفضل منك منذ قبل جميل فالنقارنة مع الآخرين أفضل والرسول حذرنا بشكل واضح عن أن لا نستخدم الدعاء على أولادنا لحظة الغضب لا تدع على أولادكم لا تدع على أهليكم لا تدع على أموالكم عسى أن توافقوا ساعة إجابة بل العكس من ذلك أن يسمع دعاء له يعني الخطاب التربوي يقتضي أن تسمع ولدك دعاء له أما أن تدع عليه فهذا بمثابة حزن شديد تصبه عليه صب الله خاصة حينما يأتي من قبل الوالدين نعم أسأل الله عز وجل لعلنا أيضا نجد من جملة الخطاب الطائش أن نحن نستخدم تعبير أنا أكرهك أبغضك أغرب عن وجهي الآن الكرهية من صب على الذات لكن الخطاب السليم زي ما قلنا متعاطف أنا أحبك أحبك بلا شك لكن أكره تصرفك يا سلام يا سلام أبو درداء لما كان في طريق وجد الناس متجمع على شخص عاصي فأخذوا يلعنونه ويسبونه قال أرأيتم لو أن أخاكم في حفرة أما كنتم مستخرجي قال ألا تبغضه يا أبو درداء قال إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي الله أكبر فهنا مهم جدا فقه مهما بلغ الإبن من أخطاء وعناد لينصرف حديثنا إلى تصرفه وليس إلى ذاته مهم جدا هذا أما إذا عبرنا عن كراهيتنا لولدنا فهذا أقامنا سدودا بيننا وبين بناينا وأيضا إذا كان الطفل صغيرا سينعكس هذا على مشاعر القلق والخوف وغير ذلك لأنه يكون له قيمة كبيرة فيه لا شك أيضا ما يسمون يا دكتورنا هذا بالأمن النفسي توفرا أو عدم توفر الأمن النفسي نعم لعل أيضا من الأسهم الطائشة في خطابنا أنه دايما نستخدم عبارات مبهمة مثلا عامل أختك باحترام طيب يعني أعمل إيه حافظ على نظافة غرفتك أي نعم تعبيرات عامة لما كل الطفل يكون صغيرا لا تتأخر في الليل نعم طيب متى؟ ما نعم هو جاء أتى الساعة طنعشقة أنا ما تأخرت مبتو فهنا هذا الخطاب لم يؤدي إلى نتيجة لأنه سيفسد أكثر تفسيرا أكثر من تفسيرا أنا قمت مما طلبتوا مني صحيح لا أنا لا أقصد هذا إذن لابد من تحديد الخطاب نعم يدخل في هذا أيضا لاتهام بغير دليل نعم يعني وهذا من سوء الظن الحقيقة يعني أنت لا تصدر حكما على ولد من أولادك دون أن يكون لديك أدلة مؤكدة يعني لو نظرنا مثلا إلى موقف يعقوب عليه السلام ياشا نعم كان موقف صحب أخذوا ابنه وعادوا بدم كذب على قميصه وطبعا يعقوب عارف لو كان أكلوا الذئب لكان الثب حصل له تمزق أو كذا قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل هو ظن أنها على آخر إله حي يجي والله مستعان على ما تصفون فهنا الرجل ما عنده دليل يثبت أن هم فعلوا به ما فعل هو كان يريد منهم اعترافا لكن تكتموا على الأمر فترة طويلة جدا إلى أن يعني صرحوا بخطائم في النهاية فالشاهد هنا ده يقع فيه مثلا اختفى شيء من البيت أنت الذي أخذته هذا وارد لكن منها ممكن أن نقول لقد اختفى هذا الشيء ساعدونا على الوصول إليه هذا أفضل لأنه لو أنت اتهمتها حيرفض الاتهام كل ما هناك أنك يعني اتهمتها دون دليل إنما لو بالبعض يضع طريقة جيدة إيجابية يعني يقول ومن يأتي به فله جائزة جائزة وإن كان بعضهم يتخذ هذه فرصة يأخذ الأشياء ليحصل على الجائزة فالحقيقة نحن نريد أن نحرص على أن يكون الخطاب سديدا يحقق الهدف في تصحيح سلوك في تعزيز مشاعر الناشئ في حل مشكلة تعترضه وغير ذلك من الأسباب في بناء علاقة إيجابية أحيانا نحن نضحي بالعلاقة بيني وبين أولادي في جو التوجيه يا سلام إنما لا تجعل هذا على حساب ضمور العلاقة بينك وبين أولادي الله أكبر الخطاب الطربوي أقول أنه ليس معناه الخطاب اللين أو المتساهل أبدا هو خطاب قد يكون في بعض اللحظات في منتهى الحسم والحزم بناء على الموقف الذي أنت فيه لأنه إذا كان الموقف مثلا الإبن وقع في خطأ شديد وفخطابه خطابا لينا هنا سيجعله يجترئ أكثر يا سلام إنما يأتي هنا موضوع التصريح إذا كانت لدي الأدلة الدامغة أواجه بهذه الأدلة أنت كذا وكذا وكذا وماذا هو المطلوب الآن؟ ما المطلوب من الخطاب الطربوي؟ والله إذا إما أن أحول بيني بين ولدي وبين الخطأ وهو المنهج الوقائي فإذا ما أخطأ يبقى لابد إذا كان الخطأ يمكن أن يكتف فيه بالاعتذار فيطلب منه الاعتذار إذا كان الخطأ يتطلب عقابا أو ردا لما أخذ أو إصلاحا لما أفسد فهذا كله يؤديه الخطاب الطربوي السديد أحسنت 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 دكتورنا الكريم وقوله قولا الله أكس سديدا الله يجعلنا إياك والسامعين والمستمعات والمستمعين منهم اللهم أمين كنا نتمنى والله أن تستمر الحلقة أكثر من ذلك وتعدنا إن شاء الله بحلقات أخرى في لقاءة جميلة دكتور عادل كان معنا أيها الإخوة والأخوات السادة الدكتور عادل رشاد جزاه الله خيرا حول الخطاب التربوي حلق معنا حول المفهوم والأهمية ثم الطرق ثم تلكم الأسهم الطائشة أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكم لكل خير تحياتي لكم وللقاء قادم في الأسبوع القادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية أبناؤناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياحي أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاحي علمه كيف الانطلاق وكله عون يراقب من ورائي وشاحي قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحض بفرصة لنجاح أبناؤناك سفينة وشراعها أبناؤناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياحي